إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل أمر مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ثم ذكر رحمه الله بعد أن عرف الطريقة والشريعة والحقيقة وذكر المنرام أن يسلق طريقه تقوى الله أهم شيء تقوى الله عز وجل تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلة يقولون من كان رأس ما له التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه وهذه حقيقة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا من يستطيع وصف الجنة وما فيها هنا ما بالله عدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر آه قال من رغم أن يسلق طريق الأولية فليحفظا هذه الوصايا عاملة باختصار أذكر الأول التوبة آه شروطها أطلب متابا بالندمات مقلعا وبعزم ترك الذنب فيه باستقبلها وبرأة من كل حق الآدم ولهذه الأركان فرع وعولة بكر شروط التوبة التوبة وضوابطها وضوابطها وقيه دواما التوبة بالمحاسبة التي حاسب نفسك دائما إذا كان في أي حاجة في اللي أنا أقوله خطأ أعليه آه طبعا هذا كلام حتى بالقادة التصوف آه ده 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 مولانا رد على من يقول أنه ليس من الدين في شيء أو ليس من الشريعة في شيء آه ينهاك تفريطا جرى وتساهلة وبحظ عين واللسان وسائر الأعضاء جميعا فجهدا لا تكسلة فالتوبة مفتاح لكل عبادة وأساس كل الخير أجمع أشمل آه هذا الأول التوبة ذكر تسعة طبعا مع التقوى والمجترام المحارم آه ثانيا القناعة آه وقنع بترك المشتهى والفاخر من مطعم وملابس ومنازلة آه أقنع من يطلبا ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير اقتلاء آه يبقى هذا الأول إيه؟ طوبة ثم القناعة قناعة ثم الزهد آه وازهد عقيقة الزهد فقد علاقة القلب بالدنيا آه لا فقد المال آه يا رب إنسان عنده مال كثير وهو زاهد آه وإنسان ليس عنده إيه؟ مال ما هو غير زاهد آه وازهد وذا فقد علاقة قلبك بالمال آه لا فقد له تكو أعقلا آه أخذ هذا من قول الشافعي رحمه الله لو أوصى إنسان لآقل الناس يصرف لمن؟ آه ليصرف للزهد آه سبحان الله شكرا